تلاشت الازمة الانسانية في اليمن على وقع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى العاصمة البريطانية لندن اكتفى المسؤولون البريطانيون بالتعبير عن قلاقهم حيال الوضع الانساني في اليمن في وقت يستمر فيه سقوط الضحايا المدنيين جراء الحرب الدائرة منذ اكثر من ثلاث سنوات بعد الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي التركيز على استمرار فتح ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيا غرب اليمن والعودة للمسار السياسي على الرغم من عدم وجود رؤية واضحة كانت محور لقاءات بن سلمان بالمسؤولين البريطانيين القلق الذي ابدته رئيسة الوزراء اسفر عن صفقة تجاوزت الستين مليار دولار بين حكومتها والحكومة السعودية بالاضافة لتوقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات وعلى عكس موقف المعارضة البريطانية المندد بما وصفتها جرائم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بدت الحكومة حريصة على ايجاد مبررات لاستمرار عمليات التحالف حين قال وزير الخارجية بوريس جونسون ان من حق السعودية ان تدافع عن نفسها وامنها المعارضة البريطانية التي يقودها حزب العمال وصفت على لسان رئيس الحزب جيرمي كوربين بريطانيا بانها شركة في جرائم حرب تقع في اليمن حسب الامم المتحدة واضاف ان المانيا اوقفت صادرات الاسلحة للسعودية بسبب ما يجري في اليمن بينما بريطانيا زادتها والمستشارون العسكريون البريطانيون يوجهون المعارك الجدل انتقل الى مجلس العموم حيث وجه كوربين سؤالين لرئيسة الوزراء بشأن مبيعات الاسلحة البريطانية الى الرياض وانتهاكات حقوق الانسان في السعودية وذلك قبل دقائق من لقائها ابن سلمان واضاف ليس من الصواب ان تتواطأ الحكومة بشأن ما تقول الامم المتحدة انها ادلة على جرائم حرب فهل ستستغل رئيسة الوزراء اجتماعها اليوم مع ولي العهد السعودي لايقاف امدادات الاسلحة ومطالبته بوقف اطلاق النار في اليمن فورا الحكومة البريطانية تحاول الامساك بالعصى من الوسط فيما يتعلق بالصراع في اليمن وان بدأ انها حريصة على تغليب مصالحها التي بالضرورة قد لا تكون هي ذاتها مصالح اليمنيين اشتركوا في القناة